موسيقى اهلا بكم مشاهدينا في فقرة جديدة من صحتك بالدنيا ألام البطن من أكتر الأمراض الشائعة والمؤلمة اللي بيشتكي منها كتير من الناس وأحيانا ممكن يتوقعوا أنه قولون عصبي أو جرثومة معدة أو غيرها من الأمراض وللأسف أثناء الفحص ممكن يتضح أنه سرطان قولون فإحنا النهاردة هنعرف أهم الاختبارات لفحص سرطان القولون هاتفيا مع الدكتور الأستاذ الدكتور هشام الغزالي أستاذ علاج الأورام ومدير مركز أبحاث طب بعين شمس أهلا بحضرتك يا دكتور الحمد لله ويعني شرف لنا أن حضرتك معينا وتكلمنا أكتر عن أعراض سرطان القولون لأن احنا كتير جدا بتتشابه أعراض أمراض تانية مع القولون أو أي حاجة تحصل لنا نقول ده قولون فعايزين نعرف من حضرتك إيه هي أعراض سرطان القولون يعني أولا برحب كل المشاهدين وبحضرتك ويعني دايما بنحب نكتشف قبل ما يظهر أعراض دي من الحاجات المهمة جدا جدا حاجات اللطيفة اللي احنا عادينا نقولها أن أورام القولون من السرطانات للحمد لله دلوقتي بقت نسب الشفاء فيها عادية للغاية خصوصا لو اكتشفناها مبكرا لو اكتشفناها مبكرا في المرحلة الأولى والمرحلة التانية تقريبا نسب الشفاء 100% ما يبقاش محتاجين أي علاج آخر غير أن احنا نتخلص من الورام اللي موجود بقينا دلوقتي كمان نستطيع أن احنا نعمله بجراحات بالمنذار دون الحاجة إلى أي علاجات أخرى أورام القولون كمان من الحاجات اللي حتى في المراحل المتأخرة منها أو المرحلة الرابعة بدأنا يدقى فيه نسب شفاء نسب شفاء دي كلمة كبيرة قوي في الأورام بتصل في بعض الحالات لسبعين في المعين طب ايه بقى اللي نعمله هنقسمهم لحاجتين أول حاجة أن احنا نعمل فحص مبكر قبل ما الأعراض تظهر وده المهم أن احنا نعمل تحليل بسيط خالص اسمه دم مختفي في البرازة وبالتالي مهم جدا أن احنا كلنا خصوصا الناس اللي عندها تاريخ مرضي في العيلة نعمل تحليل بسيط جدا تحليل براز بسيط جدا اسمه دم مختفي في البرازة مرة كل 6 شهور بحيث أنه لو طلع إيجابي نعمل من ذلك القولون الناس اللي عندها تاريخ مرضي في العيلة خصوصا أقارب الدرجة الأولى استحح أن هم يعملوا من ذلك القولون مرة كل سنتين طب أنا ده سؤال يعني إزاي بيتم الفحص المريض لكن أنا عايزة عرف الأعراض الأول يعني إزاي أقدر أقول أنه عندي مشكلة هقول لحديدة جهوه وأنا بقول لحقيقة ليه كده لأن دول مهمين قوي الكشف المبكر ده قبل ما الأعباد تظهر لأنه نما المكتشف وبدري قوي كده قبل ما الأعباد تظهر يبقى إحنا احتماليات الشفاء ما تبقى ضخمة جدا يعني ده لأي شخص ممكن يعمل الفحص ده لو هو مريض قولون أي شخص طبيعي من غير ما يكون مريض قولون لازم نعمل هذه الفحصات عشان نبقى متطمينين عن نفسنا على طول نبقى متطمينين إنه ما فيش أي حاجة ده ما بنقول للسيدة أعملي أشاعة مامو جرام على التاج بنقول للناس سواء سيدات أو رجال نعمل تحديد البسيط ده للقراز علشان نبقى متطمينين على القولون بتاعنا حلو جرام بعد نعمله قبل ما يحصل الأعراض طيب هو الأعراض بتظهر ليه الأعراض بتظهر لما يبقى فيه حاجة موجودة الأعراض دي ببقى شكلها إيه زي ما حاجة قلت بالزبط بتبقى أعراض متشافة جدا مع أعراض العادية بتاعت جنسون مثل معدى الحاجات الموجودة في القولون زي القولون العصبي التهاب اللي في القولون وبالتالي يبقى فيه ألام في البطن ولكن الحاجات المميزة بشدة إن هي إن بيحصل دم يخرج من فتحة الشرق أو دم مع البراز أو بنلاقي شكل البراز مختلف العيان يقول إن البراز ما عادش شكله زي الأول بيبقى شكله مختلف عنازل زي الفتن كل ده بيبقى أعراض جديدة كبيرة لأورام القولون أو المستقيم إحنا بنحبش إن الأعراض تبقى أو نستنى لغاية ما الأعراض تظهر علشان نبقى مكتشفين الورم في مراحل مبكرة جدا طب هل هناك حاجات وقائية لأورام القولون هل نستطيع إن إحنا نقل نرسلها من صدقان القولون الإجابة برضه أيضا يبقى إحنا غير الكشف المبكر اللي إحنا قلناه في أهم حاجة الدم المختلف في البراز أول من ضل القولون في الناس اللي عندها تاريخ مرضي بس عندنا كمان بعض الحاجات الوقائية اللي تخلينا ما يحصلش سرطان القولون زي إيه؟ زي إيه؟ زي إن إحنا ناكل أكل صحي للدهون المشبعة تكون قريلة نلعب بياضة السمنة من أسباب سرطان القولون وبالتالي مهم جدا أن نحن نحفظ على أوزننا شرب القهوة مرة واحدة في اليوم بيقلل من حدوث سرطان القولون معلقة ردة يوميا بتقلل حدوث سرطان القولون في بعض الأدوية زي الأسبرين أو السليبريكس بيقللوا حدوث سرطان القولون وبالتالي في بعض النصائح الوقائية سهلة منها تتحفظ بقى على شكلنا وحياتنا وكل حاجة اللي هي الدهون المشبعة نبتعد عنها الوجبات الجاهزة نبتعد عنها اللحوم المصنعة زي اللانشون والبسترمة والحاجات دي بردك مهم جدا أن نبتعد عنها زي إن إحنا نلعب بياضة ونحافظ على أكلنا ونزود القضاء والفاكهة تكون وقتها نسبك قويسة أوي من الأكل الأستاذ الدكتور هشام الغزيلي طبعا أستاذ علاج الأورام ومدير مركز أبحاث بطب عين شمس أنا بشكر حضرتك جدا لوجودك معنا وإن شاء الله تشرفنا كمان في الستوديو ونستفد أكتر من حضرتك وتمنى أن كل أستاذ المشاهدين كمان يكونوا أكتر استفادوا بمعلومات الهمة دي طبعا هنكمل حلقتنا بس بعد الفاصل ورجعنا لكم مشاهدينا بعض الفاصل وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا من أوائل الأفكار اللي بتيجي في ذهن أي حد عاوز ينزل في الوزن هي أنه يتبع نظام غذائي معين لكن عشان تعرف تعمل دايت أول حاجة لازم يكون عندك إرادة قوية جدا تاني حاجة تتابع مع دكتور متخصص عنده خبرة كافية بحالات شبيهة وأكيد التخلص من السمنة مش بس أننا نقل في كمية الأكل لكن فيه كمان خطوات وتقنيات معاها بتساعد أن السمنة تختفي بدون مشاكل وكمان بدون جراحة خلونا النهاردة نتكلم عن السمنة ونشوف نتائج على أرض الواقع مع دكتور اللي من ورانا النهاردة دكتور ناردين جميل أخصائي التغذية وعلاج السمنة بعيادات أورو ومعاينا كمان من ورانا في الستوديو النجوة اللي قررت أن هي تنقذ نفسها من أمراض مزمنة وخطيرة بسبب السمنة كانت 115 كيلو بقت 75 كيلو خصت 40 كيلو في الثمن شهور برحب بيكم معايا من ورانا النهاردة أهلا بيك من ورانا أهلا بيك خليني أبدأ كلامي معاكي دكتور ناردين خليني نوضح لمشاهدين قد إيه خطورة الأمراض المتعلقة بالسمنة اللي بتترتب على مرض السمنة بصفة عامة والأمراض اللي كانت موجودة كمان عند نجوة بسبب السمنة طبعا يا مي الأكتيفتي اليومية بتاعتها ما كانتش بتبقى ماشية بشكل سليم وهي طلع السلالم بتنهج بشكل كبير قوي طبعا كان ممكن تدخل في سكر النوع التاني ضغط قلب كان هيبقى فيه صعوبة جديدة جدا في الحمل بعد الجواز لو هي كانت فضلت بالوزن ده طيب ايه بها الأمراض اللي ممكن الشخص العادي تعرض لها بسبب السمنة؟ طبعا أمراض القلب هشاشة عظام الأوعيات دموية أمراض كتير قوي ممكن الواحد يبقى بسبب السمنة علشان خاطر كده ما ينفعش أبدا أن احنا نسيب نفسنا أن احنا نأكل كل اللي نحنا نفسنا فيه في أي وقت وطبعا أي حد بيكرر أنه هو يعمل ضايت ما ينفعش أنه هو حرمان من كل حاجة صحيح طيب نجوة خليني أنتقل بالحوار ليكي خلينا نتكلم أنت إزاي أخدتي الخطوة دي لأن احنا عارفين أنه أي مريض سمنة بالذات لو كان وزنه كبير قوي بيبقى صعب عليه قوي أنه هو ياخد الخطوة وأول خطوة دي بتبقى أول طريق للنجاح في التخلص من السمنة احكي لنا حسيتي بإيه أو إيه اللي خليكي يخدتي الخطوة دي أول شي أنا بالآخر صرت بلجت تحس أنه أنا عن جد تيابي معاش فيني ألبسهم هدومي ما بقتش تيجي عليها خالص وتاني حاجة طبعا أنه أنا بدأت فعلا لما طلع دورين بس على السلم كنت بنهج بطريقة مش طبعية والموضوع بلج عن جد يأثر فيه وبنفسيتي وطبعا بسئة بنفسي فأخدت القرار طبعا مع تجيع أهل إليه هني أخدوني هيك من إيديا وكانت ساعتها شاهدت الدكتور ناردين وقعدت معاه وبلشت معها الضايت تقبرني اللهجة اللبنانية حبيبي طيب خلينا نرجع تاني في الحوار معاك يا دكتور قولي لنا بقى أنت بدأت القصة إزاي مع نجوة وإيه التكنولوجي الحديثة اللي أنت اتبعتها على أنه فيه نقطة مهمة جيدة أحبب أنوه أنا أنه كل اللي حصل ده والوزن اللي هي خسرته ده كله بدون جراحة ده دي حاجة طبعا هيلة جدا طبعا إحنا بدأنا بالضايت الأول وبعد كده استخدمنا الميزو سيرابي ده ميزو سيرابي بيبقى حقن موضعي بندوب الدهون العنيدة اللي ما بتخسش أبدا بالضايت وكمان عملنا تكنية جديدة أوية مي اسمها الكرايو سيرابي وده عبارة عن تفتيت الدهون عن طريق الكافيتيشن أوكي وده إن إحنا بنخلي درجة الحرارة بنعمل هيت وكان بنعمل تدويب الدهون لكن الكرايو سيرابي ده اللوليتا أول ما بيكلوها الأطفال بيطلع لهم غمزات فاكتشفوا العلماء إن دي تجميد الدهون لما بنجمد الدهون فالدهون بتقدر إن هي تتدويب فعشان كده بقى اخترعنا اخترعوا الكرايو سيرابي وهي دي تجميد الدهون وبيعمل لها تدويب طيب خليني أرجع بالحوار لكي أنا أقوليلي هل الموضوع كان فيه صعوبة أو مرهق ليكي إن أنت تبدأي تعملي دايت وبعد كده تبدأي تنتقلي للتقنيات الحديثة دي طبعا أكيد كان صعب علي خصوصا أول شهران لأنه كنت عم بيجي على حال كتير كنت بيجي على نفسي جدا عشان خطر ما كلش عشان عايز أحصل على النتيجة طبعا اللي كان بيشجعني إن أنا كنت بلاقي نفسي بجد بخص يعني من أول شهر كنت خسيت 6 كيلو طبعا ده شجعني بس طبعا عددت باكتئاب وما بعرف شو بس خلص أنا لما كنت شفت إنه وزني صار ينزل وصار شكلي يتغير ولبسي صار يجي علي وصار تحب التياب علي اتشجعت أكتر وبعد حوالي 3 شهور من بداية الدايت تعودت خلص تعودت مات تعودت على نظام أكل معين غيرت اللايف ستايل عموما كمان كمية أكل قلت فاللهو حتى لو كنت عم باكل شي بيبقى بكمية معينة لو عم باكل شي مثلا في نشويات أو دهون صرت بحط كمية معينة بس جلسات الكرايا دكتور هل هي آمنة ولا لها أي مضعفات أو لو حد عنده أي أمراض مزمنة بتكون خطير علي لا خالص يا مية هي أمان بنسبة 100% ما فيش أبدا أي مضعفات خالص لها وبالنسبة للميزو سيرابي الميزو سيرابي احنا بقى في أورو كلانك بنستخدم مادة مصرحة من وزارة استحاة مرخصة من الاف دي اي أمان كلها فيتامين وإنزيمات عادية خالص يعني أي حد عنده سكر قلب ضغطين فان هو يستخدمها عادي ما فيش أبدا أي مشكلة خالص منها طيب بالنسبة أنت عارفة بيبقى في مناطق كده عنيدة ما بتروحش غير يعني لما نعمل وبنروح الجم وبنعمل دايت وبنهري نفسنا بس الأماكن دي برضو ستل لازم يكون فيها دهون عنيدة ما بترضاش تروح أبدا دي لها حل عندكم في عادات أورو هي دي الدهون بالضبط اللي احنا بنعمل لها جلسات بنعمل لها جلسات الكرايو وبنعمل لها جلسات الميزو وكمان احنا لما بندوب الدهون دي يا مي بنحافظ جدا ان احنا ما يبقاش فيه سليولايت انتي عارفة سليولايت بيضايق بنات كتير قوي فاحنا عندنا ميت وسيرابي مخصص للتراهلات وسليولايت اللي انا عرفوا انه نجوة كان عندها الحرق ضعيف جدا جدا ودي برضو مشكلة يعني حتى لو كان عنده حد عنده عشرة في المية إرادة لما بيبقى الحرق ضعيف لأ بتروح ازاي تعملتي مع المشكلة دي طبعا احنا بنعليها عن طريق فيتامين دي بنغير الضايت كل أسبوع لما بنعمل ساشنز وبنلاقي على الانبادي ان احنا فعلا من خسط دهون يبقى الحرق تاني بدأ ان هو يرجع يشتغل لما بنغير نظام الضايت على طول طيب هل التقنيات انتي قلت لي تلات حاجات استخدمتهم مع نجوة مش كده الميزو والكريو والتاني والكافيتيشن هل في كل الحالات بتستخدمي التقنيات دي ولا بيفرق على حسب يعني من حالة الأخرى لا طبعا بيفرق من على حسب حالة للتانية ان احنا نستخدم التقنيات دي فيه ناس مش بتحتاج مش بتحتاج مثلا ميزو ثرابي بنعمل لها كرايو بس فيه ناس بنعمل لها ميزو ثرابي بس كل واحد على حسب عدد الساشنز بتاعته وكل واحد على حسب حالته طيب احساسك ايه بقى يا نجوة بعد ما يعني بدأتي ان انتي الجسم بقى ياخد الشيب بتاع الحلو ده والكيرفز بانت والدهون العنيدة راحت ازاي قدرتي ان انتي تكملي على ده وكان احساسك ايه الصراحة طبعا يعني السقب نفسي زادت بكتير صرت لما اتطلع بالامراية حب اتطلع بالامراية صرت حب انزل وجيبي تياب والبس وكل يوم حتى لو رايحة نازلة تحت البات بالبس احلى وعندي طبعا سقتي بنفسي كتير زادت ونفسيتي اختلفت كتير وطبعا هيدا كمان شجعني انه انا كمان وخليتوا انه خلص صار لايف ستايل حلو جدا طيب انا عايز اسألك سؤال كده باني وبانك باني كم مليون بس بيتفرجوا عليك باني وباني كم مليون دلوقتي عايزة اعرف الالام هل فيه الام لجلسات الميزو ترابي هل فيه اي يعني مثلا كدمات بتبان او اي حاجة لا خالص هو انا لما كنت بعمل جلسات الميزو ترابي كان في الاول هي بس هي بحط بنت موضعي تمام وهي بس شكة الابرق اللي هي البسيطة اللي ما بتحس فيها حلو اولا تمام وهو بعداك اكيد بيبقى فيه علامات بس انا بحط كرام معاين هي كتب بتقلي عليه وبحطه على علامات يومان ثلاثة يو بتروح حلو اوي طيب خليني انتقل بالحوار دي ليك يا دكتور عايزة برضو اعرف انه برضو يعني نجوة خست وزن كبير حوالي تمانين اربعين كيلو مش كده اه في تمن شهور احنا عارفين انه لما حد بينزل في الوزن كبير قوي بيحصل ترهولات اه فالواحد بيبقى ميشي انا خسيت وشكلي حلو في اللبس وكل حاجة بس الترهولات دي بتدايق ازاي بنقدر نحل المشكلة دي بعد كده ده انا كنت عاملا مع نجوة من بداية ما عملنا ضايت مع بعض وساشنز ان احنا كنا كمان بنعمل جلسات ار اف وكمان حقن سيولايت بحيث ان احنا لما بندوب الدهون عندنا الحقن الميزوسيرابيلي سيولايت ده بيقدر ان هو يشدلي الدهون اللي اتدوبت علشان خطر ما يحصلش اي ترهولات لان انت عارفة اي بنت يا ماي بتخزت بشكل كبير ويحصل ترهولات بتبقى متضايق اقوي فده اللي انا عملته مع نجوة ان احنا من البداية كنا بنحل الموضوع ده حلو قوي وبعد كده يا نجوة مفيش اي ترهولات مفيش اي سيوليد والجلد مجدود وكله تمام كله زي الفل كله زي الفل الحمد لله يا رب دايما زي الفل ويا رب النهاردة تكون يعني بشرة صارة لكل مشاهدين النهاردة اللي مش عارفين ياخدوا خطوة في ان هما ينزلوا في الوزن خايفين من اي مشاكل ممكن تواجههم مثلا بعد اداء شفط الدهون او اي حاجة لا او تأكدنا الحمد لله ان الموضوع امن بشكركم جدا جدا اسعدتوني بوجودكم معاي النهار انا اسعد ونورتي مصر حبيبت لو حابين تتواصلوا مع عيادات اورو دخلوا على السوشال ميديا الخاصة بيهم هتلاقوا صفحات الفيسبوك والانستجرام واليوتيوب كمان كان معاينا النهاردة دكتور ناردين جميل اخصائي التغذية وعلاج السمنة بعيادات اورو قد ايه الفكرة ان احنا نعمل داية بدايتها جايز بتكون صعبة لكن مجرد منحس بنسيجة بنعيش حياة مختلفة اكيد لازم نبدأ لكن لازم نبدأ صح وبشكل علمي علشان نخص وكمان نحافظ على صحتنا واشكركم مشاهدين على حاصل متابعتكم ونطلع فاصل صغير ونرجع التاني كامل فقراتنا اهلا بكم مشاهدين وفقرة جديدة من صحتك بالدنيا فقرتنا النهاردة مهمة جدا جدا وهتعرفنا حاجات يمكن الكتير او الاغلبية مننا ما يعرفهاش ستات كتيرة جدا بتحب تغير في ديكور بتها وخصوصا ان ترتيب غرفة نومها علشان توصل للراحة النفسية اللي هي عايزاها وبتقعد تنقل دا من هنا تحط دا هنا وهي طبعا اكيد مش عارفة ان فيه ترتيب معين ممكن يريحها ويخلي طاقتها ايجابية بشكل غير عالي كمان الناس اللي بتلاقي صعوبة في النوم او الناس اللي بتنام وبتصحى ما عندهاش اي طاقة انها تمارس اي حاجة في يومها هيلاقوا النهاردة اجابة سؤال ازاي انام مرتاح واصحة وانا بستقبل يومي بطاقة وحياوية موضوعنا طبعا كان تفاصيله كتير جدا ومشوكة لكن خلوني الاول ارحب بالدكتورتنا النهاردة اللي مش عارفانا في الستوديو دكتورة سوها عيد خبير الطاقة المكان واهلا بحضرتك يا دكتور يا اهلا بك الموضوع النهاردة شايق جدا وانا ذات نفسي انا بحس فعلا ان فيه ترتيب معين ممكن يغير مودي ممكن يغير فعلا طاقتي فعايز اقول للناس وتقول لنا طبعا ازاي ان ممكن ترتيب معين يأثر في طاقتنا او يعني يأثر كده في موضنا طول اليوم خلينا الاول نعرف ايه هو طاقة المكان يعني الفان شوي علم الصيني قديم بيهتم بهندسة الفراغ ازاي انا بحقق اعلى قدر من الطاقة الايجابية بمعنى اصح ان انا ناس كتير قوي انت بيقولولي انت دكتورة في ايه فابسط مثال دايما بقول انا دكتورة في العتبة ازاي يكون عندك عتبة والشاه حلو عليك بيت تقول عليه ده بيت السعد وبيت الخير وبيت الهنى وبيت الفرح ناس كتير قوي بتاخد مكان تقولك انا المكان ده كان وشه حلوة قوي قوي علي بعد ما سبته الخير راح بيروح لمكان تاني ممكن يكون اكبر وممكن يكون اغلى ولكن الدنيا ممكن تقع او ممكن تطلع فكل ده بيرجع لمصارات الطاقة الغير مرئية في المكان ازاي تقدر يتهندسي الفراغ عشان يديك احلى طاقة ايجابية ويديك احلى خير واخبار سعيدة وحياة جميلة فبالنسبة لطاقة المكان اول حاجة دايما بنراعيها في البيوت ان احنا لازم يكون قطع الديكور ما تكونش كبيرة يعني بلاقي ناس كتير قوي البيت صغير ومستكبرين الانطريق قوي والكراسي كبيرة قوي يعني بيستكبروا الحاجة لا البساطة ان انت يبقى عندك الانطريق او الكنبة نعمة طرية خفيفة مريحة ما تخليكش تبقى قاعد عايز تقوم ما تخليش الواحد بمعنى اصح يتدلق كده عايز يقوم تبقى لاشفة تبقى بتملى المكان كله او بتبلع المكان بسطب وبتبلع المكان فبتوقف مصارات الطاقة في الفراغ مصارات الطاقة الغير مرئية اللي بتحسسك ان المكان ده مريح تقوليها كده انا مش عارفة ليه انا برتحن عندك تيجي لي مثلا تقولي لي ايه يعني مثلا عندي يلاقي ناس كتير او صحاب يقول لي ايه مش عارفة انا بحس ان انا بقعد عندك مش عايز اقوم بحس ان المكان مريح او بالصبت او عايز انام كده فبالتالي دي ان هي ازاي بتهندسي الفراغ فطبعا قطع الديكور لازم تكون مناسبة لمساحة المكان ما يكونش مثلا مكان مساحته صغيرة قوي مثلا ولاقي نفسي حطة في انتري حاجات كبيرة جدا لازم ااخد حاجات بسيطة صغيرة عشان تبين ان فيه مساحة اكبر فيه حركة ومسارات طاقة ما يجيش مثلا البيت يكون طالع موضة الاقي مثلا ان هي الالوان السودة اجي اروح اجيب انتري اسود ولا جيب مثلا صفرة سودة ولا جيب الابواب سودة لا احنا اللون الاسود في الفانشوي او طاقة المكان بيركز طاقة الحزن عشان كده احنا كشعب جنائزي تلاقينا نلبس اسود على الميت ليه عشان نعزم طاقة الحزن ونقعد حزانة مدة طويلة ولكن تعالي شوفي الشعب الهندي لما يموت له ميت يلبس ابيض ليه عشان يدوب طاقة الحزن ما تبقاش مركزة تخف وبيحبوا الالوان عمت بالضبط وبيحبوا الالوان الالوان الربعية تديهم فرحة تديهم طاقة واللون الابيض لو الواحد مكتئب او عنده مشكلة او حزين من شيء معين بيفق الاحزان دي على طول فبانصح الناس دايما تلبس ابيض فما جيش بقى اعمل كده في بيتي ان انا اروح جايب اللون الاسود والغوامق واقول عليها موضة دي مش موضة تمام ده بيسموه فترة بصراحة يعني او اكتئاب وناس اكتئاب جامد ضد يعني الالوان القاتمة هتركز طاقة الحزن لو انت مدايح هتزيد الاحزان لو انت بتتخاني مع مرتك هتتخاني اكتر فما بقاش الباب اسود وما بقاش القط النوم سودة وما بقاش السجادة سودة وما بقاش الانطريق اسود فيعني مش حلوة ابدا يعني دي طاقة جرائزية بمعنى اصح فنبتدي نروح للالوان الرابعية الالوان اللي فيها ورود فيها تفاعل فيها اللون اللبن الفاتح الالوان الروز البنبة الحاجات الحلوة اللي تدي بهجة وربيع واشراق ونشاط وطبعا طب اكيد الالوان دي بتبقى بقى حلوة في غرفة النوم احنا هنتكلم بقى زي ما احنا قلنا الراحة النفسية ازاي بقى نحس ازاي نحط السرير في مكان معين بيغير في طقتي يعني لو هنشوف دلوقتي معنا يمكن كذا صورة بتوضح لحضرتك قلتيه بس ازاي بقى بنعدل زي صورة طب شمالة غرفة النوم مثلا ما هي غرفة النوم هي الروحة والنوم يا دكتور تلت حياتنا بنقضيف النوم تلت حياتنا فبالتالي لما تنامي مرتاحة تقدري تاني يوم تجذبي احلى طاقة ايجابية وتخليكي انك انت تجذبي طاقة حلوة نرجع للصورة اللي قبلها معلش من مواصفات غرفة النوم زي ما احنا شايفين في الصورة دي ان لازم يكون السرير لمسنا الضهر خشبي ممكن يكون خشب ممكن يكون قماش كابيتوني ولكن يدي قوة ده بتخلي الانسان النايم على السرير زي ده ليه مسند لراسه وراه خشب او كابيتوني او عالي او قوي بيدي له احساس الملك ان هو مسنود مدعوم ممكن نشوف الصورة اللي بعدها دي من اكبر الاخطاء في الفان شوي او طاقة المكان ان الزوجين او الشخص ينام وراه شباك لان دي بتسحب الطاقة منه فبتخليه عرضة للامراض عرضة لعدم الاستقرار والمشاحنات بتلاقي الانسان اللي بينام وراه شباك مهما ينام ولو نام مدة طويلة برضو صحي تعبان مش مش فايق ومبسوط الصورة دي كمان بتعبر عن طاقة سلبية جمدة جدا ان انا او الانسان ينام على سريره وشايف انعكاسه جسده في المراية المراية دي على فكرة تقص البيئة جدا يعني يا جماعة المراية ماينفعش تعكس جسمنا واحنا نايمين على السرير ولا تعكس الزوجين يعني خلي بالك الازواج اللي هم متجوزين ومراية بتعكس السرير وهم نايمين دي معناها دخول طرف آخر يخلي العلاقة منفصلة ينفصله مهمة جدا النقطة دي تالت حاجة برضو شايفين الكمر الكمر او الجسر ماينفعش ابدا يكون زوجين نايمين او شخص نايم وفوق رأسه كمر سواء بالعرض او بالطول لان الكمر هموم معروفة زي دي برضو برضو كاميرا كاميرا نزلة على السرير يعني عملالهم توتر ومشاحنات وبتحس بهموم دي كترة هموم انا المعلومات دي صراحة انا اول مرة اعرفها بس هي فعلا مهمة يعني انا عايزة اقولك انا كان فيه واحدة مرة بتبعتلي طاقت بيتك مع سواء عيد بتقول لي كنتي فين قبل ما اتطلق طبعا يا بالوقت اكيد اختلق استمعتني مرة بقول محدش ينام ابدا الزوجين ما يناموش وفوق منهم كمر وهو كان فيه كمر طولي بيفصل ما بينهم كزوجين فطبعا لازم اغير مكان السرير لو ماينفعش اغير مكان السرير اجيب ملاية سرير واغطي بها الكاميرا اغطي كل الكاميرا بحيس انها تبقى بيضة مهمة جدا واسب تقع فيها ان انا مثلا عندي القوضة اربع حيطان ماينفعش ابدا احط السرير بتاعي على الحيط اللي ورا حمام لان الحمام فيه مواسير مية اللي هي مواسير الحوض والدش فطبعا والمعروف ان المية متحركة رايحة جاية حتى لو مضغوضة مواسير فبتعمل ايه وضعية قلقة للنائم خلف هذا الحائط فماينفعش لما يكون فيه حيط مع الحمام مشترك مع حيط غرفة النوم اروح حتى الدولاف على الحيطة دي لكن ماحطش السرير عبدا زي كمان فيه صورة دي معناها ايه دكتور دي معناها ان انت نايم على الحيط بتاع التوالات او حيط الحمام فطبعا دي وضعية بتخلي الانسان نايم ورا حيط الحمام بيبقى عنده مشاكل عدم استقرار دايما على طول في مشاكل كبيرة قوي برضو هنا ماينفعش ان انا يكون انا نايمة وقدامي باب يعني برضو ايه باب وباب بابين قصاد بعض سواء باب قوضة او باب مطبخ او باب حاجة المفروض ان انا البابين قصاد بعض الابواب متقابلة تجادل دي صورة مهمة قوي بالنسبة للفلا المستقلة كتير قوي من الناس بتلعمل ايه بتلاقي مثلا ايه عندها قوضة نوم وفوقها البوتجاس تمام دي من الوضع الخطأ ان انا او العكس ابني او انا او بنتي او كده تناموا تحت منها البوتجاس طاقة النار الغير مرئية طاقة عالية يعني بتلاقي متولعي نار بتلاقي اللهب طالع لفوق تمام فهو حيصيب هذا الانسان اللي نايم فوق السرير سواء ابنك او بنتك او كده بحالة عدم قلق وحردانة يعني تخليه ايه دايما على طول شارد دايما على طول مش على حامي ولا بارد زي ما بيقول عمل زي ما يكون ايه قطة على نار صح لان اللهب طلوع واكيد مهما كان فيه عازل اكيد بيقصر بيقصر دي مصارات الطاقة الغير مرئية اللي هي الحاجات اللي بتحسسك بعدم الراحة برضو الناس اللي بتناموا فوقها مروحة كبيرة اوى فوق راسها او بتنام بنجفة كبيرة اوى فوق راسها وضعها مش مريح يعني انت بتروحي لقطلات الفايف ستار عمرك ما تلاقي نجفة كبيرة فوق السرير اه طب بتلاقي طبق مثلا صغير كده فوق بتلاقي اتنين اباشورة وبس لكن نجفة كبيرة اوى فوق السرير دي حاجة وضعا مش مريحة على الاطلاق وبنرجع له بنقول ديكور ومش ديكور فطبعا دي لك حاجاتا مش كويسة الصورة اللي هنا برضو بتوضح ان المفروض الواحد يكون عنده توازن طاقي يسار ويمين فلازم يكون عندي اتنين كمود شبه بعض واحد يمين واحد شمال بنسمي التوازن اننا نايمة موزونة مرتاحة وطبعا لازم يكون ورا الحائط الانسان فيه طبعا مسند السرير الخشب لازم يكون وراه حيطة ما يكونش فيه شباك دي هتخلي الانسان يكون مستقر جدا زي ما احنا شايفين برضو مهم قوي مسند الرأس طبعا برضو ما ننساش انه مفيش حاجة اسمها السرير يكون طابب على الارض تعالي شو فيه ايام زمان ايام زمان تلاقي السرير مرتفع كنا اللي نلعب باستغاماية وننزل تحت سرير خالتنا وعمتنا وندتنا ونستخب بس فيه ستايل كده اللي هو الجابانيز اللي هو بيبقى يعني مرتفع عن الارض شوية لا هو احنا برضو احنا عايزين الستايل القديم اللي هو بتاع الاجداد بالفترة لان علم الفان شوي ده علم قديم متوارث من الاف السنين فبالفترة كانوا عارفين ان انت لما تكوني مرتفع عن الارض مرتفع عن المجال الكهرو مجنتك اللي تحت منك فانت تبقي محمية بعكس ما تكوني نايمة على الارض او ملتصقة بالكهرباء بالمصاري المجال المغناطيسي الكلام ده كله بتؤثر في طاقة الانسان لتحت لنزول لكن انت مرتفع عن الارض انت مالكة تديك قوة تديكي دعم تديكي سنة تحسي بشخصتق اقوى بعكس الانسان اللي هو بيبقى نايم على الارض حتى تلاقي بالاوتاليا دكتور بتلاقي انه برضو مرتفع بكتير لازم عن السرير اللي احنا بننام عليها عادة في بيوتنا اه يعني دلوقتي مثلا في الدكور الغلط اللي بيحصل دلوقتي احنا بلمشي ورا الموضة يعني مش عارفة انا بحس انه بلمشي ورا الموضة من غير تفكير يعني صح فاحنا المفروض الموضة ما تربقاش بالطريقة دي خصوصا في غرف النوم تبقى زي زمان تبقى السرير لرجلين مرتفع عن الارض كانت جديتي زمان تقولك الست اللي نفسها تجيب عيل سريرها لازم يخبي تحت منه عيل يعني ايه يعني في مسافة تمام للعيال تستخبى تحت السرير مثلا يعني بحجم الشخص او الانسان حجمينا نفسنا اه لعشان تبقى فيه مسارات طاقة متحركة فدي بحاجة من الكويسة ان هي بيبقى عندها مسارات طاقة متحركة متجددة متجددة فبالتالي لازم السرير يكون مرتفع عن الارض لازم يكون ليه مسنة خشب وراه لان تلت حياتنا نقضيها نوم عشان نبعد عن الكوابيس نبعد عن عدم الاستقرار يكون عندنا راحة فلو مكنناش هنرتاح في بيوتنا نرتاح فيين في سريرنا بسريرنا بسرير انا بشكر حضرتك جدا يا دكتور ويعني بجد معلومات حضرتك النهاردة يعني انا ذات نفسي هبتدي اعملها وياريت كل مشاهدين كمان اللي حابب اللي هو يشاركنا في طبعا تغيير غرفة النوم زي ما الدكتور سوها قالت وطبعا تبعتولنا على صفحتنا على الفيسبوك صحتك بالدنيا ويقولولنا رأيهم ايه وحسوا بايه اكيد حصل اكيد طاقة جديدة وتجددة وحيوية زي ما حضرتك قلت اكيد بشكر حضرتك جدا واكيد لازم نشوفك تاني ان اكيد هستفاد واتمنى كل مشاهدين يستفادوا النهاردة وبشكر دكتور سوها عيد خبير الطاقة المكان تابعونا دايما مع صحتك بالدنيا جهازنا المناعي هو المسؤول الاول عن الوقاية من جميع الامراض وضعفه لمسببات عديدة اهمها نقص بعض المغزيات من معادن وفيتامينات خصوصا الزينك والنحاس واللي يقوموا بدور مضعف لما بيجتمعوا مع بعض وبيقوى كل واحد منهم تأثير التاني في عملية رفع المناع بالاضافة للزينك والنحاس فيه كمان فيتامين سي اللي ليه دور مهم في تقوية المناع عشان كده بننصح بتناول مكمل الب ملتي فيت المكمل الأشمل والأقوى واللي بيحتوي على أهم 13 عنصر بيحتاجهم جسمك وده لأنه بيغطي احتياجك اليومي من الزينك واللي بيقدر بحوالي 24 ميلي جرام تقريبا بالاضافة للنحاس اللي بيعمل كداعم قوي للمناع كمان بيحتوي على 500 ميلي جرام من فيتامين سي المالتي فيت ست فوايد في قرص واحد دكتور حسامة ديب استشار الروماتيزم والأمراض المناعية اهلا بكم مشاهدي سي بي سي في كل مكان وفكرة جديدة من المطبخ الصحي لبرنامج صحتك بالدنيا أغلب الناس عندها اعتقاد أن الأكل الصحي لازم يكون طعمه مش حلو أو أكل عينين وأن الواحد لازم يكون مجبر أنه يكله حتى لو هو مش حبه علشان هو مهم وعشان هو مفيد أو علشان هو عايز يخس أو يحافظ على صحته لكن الحقيقة أن الأتقاد ده صدقوني غلط غلط جدا لأن الأكل الصحي ما بقاش مقتصر على الأكل المسلوق أو طبق الصلطة الخضرة العادي التقريدي لكن دلوقتي الأكل الصحي بقى فيه فيه أنواع كتيرة جدا وفيه اختراعات كتيرة جدا ومكونات أغلبها بتبقى موجودة في كل بيت بس الفكرة في التويست اللي نعمله الحاجة البسيطة اللي هي تدي للأكل أو للطبق بتاعنا طعم بحيث أنه هو يبقى غني بكل المكونات اللي احنا عايزينها زي الألياف والفيتومينات والمعيدن وفي نفس الوقت طعمه حل احنا بقى في مطبخ صحتك بالدنيا هنقولكو ازاي نعمل كل الأكل اللي بنحبه بطريقة صحية وكمان ما تزودناش في الوزن ويبقى طعمه حل وجدا وأنا بقى وعدكم ده خليني قبل ما أبدأ معاكم في وصفاتنا النهاردة أقولكو نصيحة طبية مهمة جدا وهي ازاي نقالي الكوليسترول بتاعنا أولا احنا لازم نحل الكوليسترول من فترة للتانية خصوصا انه الكوليسترول بتاعها عالي ولو احنا عارفين ان احنا بنلغبط في الأكل وبناكل حاجات دهنية كتير قوي يبقى من غير ما يكون الكوليسترول بتاعنا عالي لوحدنا كده نروح نحل الكوليسترول كل فترة عشان نتجنب ان هو يزيد لحد ما نبدأ نزبط بقى أكلنا ونستغني عن العادات الغذائية الغلط اللي احنا بنعملها اللي ممكن تتسبب في مشاكل الكوليسترول أول حاجة لازم نعملها ان احنا نغير نمط الحياة الغذائية التاني ازاي يعني فيه أكل احنا عارفين ان هو مضر او احنا بنبعارفين ان هو فقيل يعني أغلب الجونج فود والفاست فود الحاجات دي بتكون فيها زيوت مهدرجة الزيوت دي يا جماعة الجسم كمان مش بيفهمها غير السمنة البلد دي وزيت الزيتون والزيوت النباتية الخفيفة اللي مش مهدرجة الزيوت التانية دي بتبقى في صورة صلبة كده علشان بتلجأ لها علامات تجارية او شركات معينة علشان تزود عمر الزيت او السمنة دي الحاجات دي مضرة جدا 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 والجسم مش بيفهمها وبتتسبب بقى في شخوم ودهون جوه الجسم الجسم مش بيعرف حتى يتخلص منها بتعمل مشاكل في القلب بتبواز لنا موضوع الكوليسترول بتاعنا فعشان كده احنا بالقدر الامكان نحاول نتأكد من مصدر الدهون اللي بندخلها جسمنا وما نقفش من الدهون لو بناخد دهون صحية الجسم هيعرف يتعامل معيها ويستفيد منها يعني مثلا زيت الزيتون الافوكادو المقصرات كل دول فيهم دهون صحية ناخدها باعتدال لانها مهمة جدا علشان الفيتامينات اللي بتدوب في الدهون كمان نحاول نزبط الملح بتاعنا نعتمد اكتر في اكلنا لو في اكلاتنا الحدقة ان احنا نحط توابل هي لتزبط الاكلة ومش لازم اكلنا يبقى حدق قوي كمان كل ما بنبدأ ندخل في اكلنا فكهة كتير وحبوب كاملة ده بيساعدنا انه اللايف ستايل بتاعنا يتزبط ولو حد عنده مشكلة في الكوليسترول كمان هتتزبط الفكهة بصورتها الصحيحة الالياف بتاعة الفكهة بتساعد جدا في تزبيط موضوع الكوليسترول كمان لما بننتظم على نظام في رياضة عارفة ان موضوع الرياضة ده اغلبنا يعني بيبقى بالنسبة له انا مش قادر العب رياضة او مش عارف التزم على الرياضة الرياضة دايما افتكروا وقال انا هقول لكم عليها الرياضة عاملة زي البيتامينات لو انا جيت تضيتك علبة البيتامينات وقلتلك خدها لازم تاخدها الشهر ده وانت روح تأخدها كلها مرة واحدة مش تستفيد اي حاجة احنا عايزين حباية كل يوم في وقت معاين هي دي الرياضة تعمل خمس تمرين بسيطة جدا خمس عدات بطن خمس عدات ضغط اي رياضة تمشي وانت شوفت بطنك المهم من انت تعمل الرياضة دي تلتزم عليها حاجة بسيطة بس نلتزم عليها هتفرق كتير احسن من ان احنا نروح تجمع مرة واحدة او نعمل حاجة عنيفة مرة واحدة جسمنا مش يستفيد باي حاجة مش هنقدر نحرق الدهون فنعمل الرياضة بطريقة خفيفة بس نلتزم عليها قدرنا نعمل الرياضة تقيلة يلا بينا مهم برضو جدا يا جماعة موضوع التدخين في ناس ما بتربطش بين التدخين والكوليسترول لكن هو مرتبط جدا 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 الناس اللي بتعاني من الكوليسترول العالي لازم تفكروا في موضوع التدخين ونبعد عن الضغط العصبي ونبعد عن التوتر واخر حاجة بقى خالص ان احنا نرائب مستوى الكوليسترول بتاعنا في الدم باستمرار بالتحليل المستمرة وان احنا نحاول ان اكلنا كونغاني بالخضار والفكهة والالياف علشان نتفادة انه لو حتى احنا بنكل حاجة برا ومش عارفين ايه اللي فيها يعني حاجة بتزيحم مع حاجة بتنظف حاجة بتزبط حاجة فكل ما بنزود الاطباق الصحية كل ما هنقدر نضمن ان احنا بنزبط الكوليسترول في دمنا خليني بقى ابدأ معاكم باول وصفة هنعملها النهاردة وانا هعمل مشروب هو ممكن يبين ان هو تقليدي وبسيط وعادي جدا بس المشروب ده فوائده كتير قوي هعمله بسرعة معاكم وبعدين نتكلم عن فوائده المشروب ده عبارة عن جنزة ديل عسل لمون ومية وبس كده مش محتاج اي حاجة تانية طعمه حلو جدا 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 بنقل جسم من السموم هتحسه بتأثيره لما تلتزم عليه حلو عشان التركيز وحلو عشان الطاقة والجنزبيل مهم جدا جدا للمناعة والمشروب ده سهل قوي بنحط الجنزبيل على النار جيب بس معلقة وبنفس الطريقة اللي احنا هنعملها دي ممكن نعمله IST عادي خلص بعد اما نخلصه نستنيه يهدى ونحطه في التلاجة ونحط عليه تلج كمان هنحط معاه عسل النحل واللمون والمية وكله مع بعضه نحط المية كله بياخد غلوة مع بعضه وانا حطيت شرايح لمون كم شريحة كده اشانا انا عايزا يبقى اقوى شوية في الاخر خالص انا حطيت عسل نحل قليل قوي في الاخر خالص بقى وانا بصبه هحط عليه عسل نحل تاني لانه طبعا عسل نحل لما بيتعرض للحرارة بيتأثر شوية عمره ما هيفقد كل فوائده يا جماعة هيفقد حاجات بسيطة بس عمره ما هيفقد فوائده اللي هي مضادة للبكتيريا والفطريات ممكن موضوع انه هو مضادة للأكسادة تتأثر شوية فهو احنا بقى قبل ما نشربه نزود عليه سنة عسل فراش كده بتفرق قوي في الطعم وكمان هنستفيد منه اكتر نسيبه بس ياخد غلوة ونجهز السلطة بتاعتنا يلا بينا للوقت بقى هنعمل سلطة لذيذة قوي ومش عايزاكوا تتخضوا يا جماعة لان هي معمولة بالكوسة والكوسة ولا مشوية ولا مسلوقة ولا اي حاجة هي زي ما هي كده وعلى فكرة الكوسة من الحاجات اللي تقدروا تدخلوها في وصفات كتير جدا وما تحسوش بتعمها يعني انا مامتي بتدخلها في المحشي مخلطة المحشي مش بنحس اصلا ان هي موجودة وبتعمل بيها كيكات كتير جدا وممكن تدخلوها في اي وصفة كيكة انتو بتعملوها لان هي بتمتص السوايل اللي حواليها والفليفرز اللي حواليها وبتحسوا ان طعمها سفينجة كده مش هتحسوا بيها هتحسوا طعمها نفس طعم الحاجة وفي نفس الوقت تبقوا استفدتوا منها فخليني الاول اتكلمكم عن مكونات الوصفة دي طيب احنا المكونات بتاعتنا هنستخدم كوسة الكوسة تكون مبشورة وهنستخدم زيتون اسود الشطة هنخط حاجة بسيطة قوي لما هنخط عسل هيزبط الموضوع بس بتفرق قوي في طعم السلطة دي وهنحط الملح والفلفل واللمون بصل احمر الحمص ده حبيب قلبي يا جماعة الحمص مع الكوزبرة مع البصل التالتة دول مع بعض كده لو عندكم في البيت قوموا اعملوهم سلطة وحطوا عليهم اي دريسنج هيعجبكم اوي بس في تويست كده انا هعمله هي دي السلطة العادية بتاعت الكوسة اليونانية بس انا بحب بحط عليها زبدة فول سودين بتفرق اوي في طعمها بتوديها لحتة تانية وبتخليها غنية وفي نفس الوقت بقى خدنا دهون مفيدة مع الاليات وبتبقى صلطة فرش في نفس الوقت كده فيها حتة كوين اول حاجة هنحط زبدة فول سوديني ما تستغربوش لما هيتحط عليها ملح وفلفل والكمبو اللي احنا بنعمله ده بينقيلها برضو لحتة تانية هنحط عليها الملح عادي جدا وهنحط عليها فلفل اسود الدراسنج ده بقى لوحده هتحبوه قوي هتبقى عايزين كولو شوية تعملوا السلطة عشان تحطوا عليها الدراسنج ده هنحط مع زبدة فول سوديني لمون طبعا الموضوع يبدو غريب بس هو لذيذ بنبدأ ندوب زبدة فول سوديني طب العصير بتاعي مشروبي خلص انا هقفله دلوقتي خلاص خلاص السلطة وبعدين اروح اصوب ثانية عشان انا محتاجة دوابها هنحط عليها زيت زاتون حاجة بسيطة قوي لان هي زبدة فول السوداني اصلا زبدة دراسنج ده تقيل مش خفيف بس مفيد قوي 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 خلبوا تقليبة كده تمام وهنحط الشطة ممكن تحطوا حاجة بسيطة عسل نحل ممكن لا انتو عارفين انا العادي ان انا بحب احط عسل نحل مش عايزة ازهقكو نقلب الدراسنج ونحط المكونات بس هنحط جزء من السلطة الكوسة خطينا الكوسة بتاعتنا اوكي عليها الدراسنج سيب شوية بس احطها على الوش من الدراسنج ده بس الكوسة مسكا شوكتين و بعمل كزا حاجة بس خلاص نتأكد بس ان الكوسة اخدت كده من الطعم ممكن نزود سنة خلي تفاح عشان خلي التفاح بيدي تاكستشرا حلوة قوي مع زبدة فول السوداني وفي نفس الوقت هادي طعم حلوة قوي مع الحمص هنحط الحمص بعدين هنحط تاني حبة كوسة هنحط بصل كتير بس البصل مع الحمص والدراسنج ده بيبقى حلوة قوي وننزل ببقية الدراسنج لو عايزين الدراسنج ده اخف شوية زي ما قلتلكم هتزودوا عليه من خلي تفاح هنحط كسبرة فراش او بقدونس اللي موجود عندكم والجبنة المبشورة هي عشان الاطفال بيحبوا طعمها مع الكوسة وعادة اغلب الاطباق اليونانية بيكون فيها جبنة بس احنا ممكن نستغنى عنها تماما يعني مجرد بس الكوسة مع الحمص مع الدراسنج ده لوزاز قوي طعمهم حلو وخليني بقى ايه كلمكو عن فوايد الطبق ده يلا بينا طيب يا جماعة السلطة دي من السلطات المشبعة جدا الغنية بالعناصر الغذائية المهمة اللي احنا دايما حريصين نيتكم موجودة في اطباقنا بس الفكرة الميكس ده فيه بقى في طبق السلطة ده هنلاقيها غنية بي فيتامين اي وبي وفيتامين جيم ودال وهيه وكمان فيها فالك اسد وده مهم جدا 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 علشان المناعة فطبق سلطة زي ده حلو جدا علشان يحسن مناعتنا يزود تركيزنا فيتامين هي هنلاقي بقى كمان ان بشرتنا بقت احسن هنلاقي عندنا طاقة احسن الناس اللي بتعاني من السكر طبق ده هيبقى حلو جدا ليها سعراتها الحرارية لو عايزين نقلل السعرات الحرارية شوية نزيب نشيل لزبدة الفول السوداني لو عايزينها شوية سعراتها الحرارية مش قليلة بس طبق غني هنزود زبدة فول السوداني في الدراسنج طعمها حلو قوي فيها فيتامينات كثيرة جدا الميكس بتاعها لذيذ فكرة الكوسة في السلطة حلو قوي وكل ما بتسيبوها كمان تماعينات والتدبل كده ومع بعضها بتفرق قوي في الطعم انا بس انسيت احط الزيتون الاسود ممكن تحطوه برضو وممكن لا بس انا حسيت ان انا لاني حطيت اصلا قريدي زبدة فول السوداني فهي فيها الدهون بتاعتها فانا ممكن استغنى عن الزيتون الاسود ممكن انتو تحطوه عموما الميكس ده حلو قوي كمان علشان غاني بمضادات الاكسادة اللي دايما بنقول ان هي مهمة جدا عشان يبقى طبق بتاعنا بتاع السلطة متوازن ومتكامل وقدي جماعة ما بنقدر بجد ان احنا نكل طبق سلطة معمول في البيت ده بجد احنا بنعمل تنقية لجسمنا كده بنعمل ريفراش لجسمنا يعني ايه يعني احنا كل ما بنكل اكل مثلا في حاجات مصنعة او مهدرجة احنا بنعمل التهابات في جسمنا الالتهابات دي بتشتت جهاز المناعة بتاعنا احنا عايزينو يبقى مركز لو حصلنا ايهاجة نخف منها بسرعة فكل ما احنا بنديلو اكلات طبعية بصورتها الطبعية الكوسة طبعا مفيدة جدا بتخيلو لما نكل الكوسة وهي كده مش كمان حطناها على النار ولا عرضناها لاي حرارة احنا كده اكلناها بصورتها الطبعية فاخدنا كل فوائد اللي فيها يعني للمكسمم بتاعها وفي نفس الوقت طعمها حلو قوي هليني بقى اصب المشروب بتاعي واكلمكو شوية عن فوائد الجنزة بي هنصب بقى المشروب ده والمشروب ده ليه اسرار كتيرة قوي يا جماعة اولا ريحته مش قادر احكيلكو ريحته بجد حلو ازاي صبوا كله كده عشان تشوفوه تشجعوا ان انتو تقوموا تعملوه نفس المشروب ده هو هو نفسه كده لو انتو عملتوه وبعد كده حطيتو فيه تلجاية او استنيتو عليه ده حطيتوه في التلاجة وشربتوه بارد طعمه حلو جدا عامل زي الايستي اولا يا جماعة مشروب زي ده هيساعدنا جدا ان احنا نحسن الدورة الدموية نطرد السموم من الجسم الناس اللي عندها مشاكل في الجهاز الهضمي ده هيساعدها ان هو يريح معددها جدا بيزبط نسب الكوليسترول في الدم بيخلي الواحد في ناس بيقى دايما عندها في تغييرات الجو خصوصا البرد بتاع الصيف بيبقى ارخم بكتير من برد الشتاء بيوسع الشعب الهوائية مليان بمضادات الاكسادة اللي هي كمان احنا قولنا ان هي بتنقل جسم من السموم لكن ميكس الجنزبيل ده بيخلي الواحد حالة التنفس بتاعته احسن التهابات عنده اقل حلو جدا للناس اللي بتعاني من الالتهابات في المفاصل الناس اللي عندها الالتهاب عندها روماتيزم حاجات دي مهمة جدا ليها ان احنا نكون بنشرب مشروبات غنية يعني مشروب مركز مغلي احنا هالفتك ان احنا خلينا الجنزبيل يتغلي عشان كل الحاجات اللي فيه تكون ظهرة وواضحة ونقدر نستفيد منها سواء شربته سخن او شربته بارد هو في الحالتين مفيد قوي يفضل ان احنا ما نضيفش سكر للحاجات دي هتتعوده على طعم الجنزبيل في المشروبات بس يفضل ان احنا نعمله بجنزبيل ما نعملوش بالجنزبيل اللي هو البودر بتاع التوابل ده هتلاقوا بقى كمان تأثيره على بشرتنا هتلاقوا تأثيره على حالتنا النفسية كمان الجنزبيل من الحاجات هو بذكركم اللي بيأثروا جدا على الحالة النفسية والجنزبيل على فكرة معروف انه هو بيقاوم علامات التقدم في العمر وانعارفة ان دي بتفرق مع ناس كتير بس كده يا جماعة وبكده تكون خلصت فقرتنا عملنا صلطة الكوسة اليونانية جربوها هتعجبكوا قوي وعملنا جنزبيل بلمون بعسل عشان نشجعكم ان انتم تشربوا مشروب زي ده مستنياكوا تقولولي افقاركو وتعليقاتكو على صفحتنا على فيسبوك صحتك بالدنيا ولو عايزين حاجة معينة نعملها لكو قولولنا واتمنى نتقابل في حلقات جديدة وصفات صحية جديدة ونطايح حفيفة تأجبكم وبي باي موسيقى موسيقى موسيقى